السلام عليكم ومرحبا بكم متدبعين القناة خديجة ام فاتي كنت بنا تكونوا بخير وعلى خير قبلان بدولة فيديو ان شاء الله صلوا على النبي الله ومصلي وسلم على سيدنا محمد على عليه اصحابي اجمعين خواتي بالله اليوم ان شاء الله بغيت نقاسم معاكم الرايب البلدي ساهل ما هالبنات اللي ما كيستقش لهم فات طريقا ان شاء الله غدي تعجبكم باذن الله بدون كوكوط بدون لابراي بدون ماء مغلي بدون حليب بودرة كيجي ارائي بحال دي المحلبات تماما اخواتي ساهل مال كنتوا اول مرة لكم زيارة القناة منسوش ابوناه معايا والبرتاج لفيديو وضغطوا الجرس كيوصلكم كل جديد ديالي شجعو خدكم خديجة وشكرا لكم كاملين ان شاء الله هالطريقة هالبنات اللي ما يستقشي لهم الاكتر ما يستقشي لهم كيمشي يشيروا على برا كي يكون كي يجينا غالي صراح هذيك الطويسة صغي ورابط كي يدير ثلاثة درهم فاصلة شي حاجة كي يجينا غالي وهالطريقة هاتي راه سهلة مهلا وكي يتوجد في الساعة ما نطول شهلكم بسم الله على بركتي الله عندي لترم الحليب الحليب يكون هاد النوع هاده صراحة كي يصدق به احسن من الاخر اولا عندكم الحليب ديال البقرة ديري كتير وعندي السكار ساني ديال منه القياس ان شاء الله وعندي واحد العلبة من الياغورت ديال فاني يعني ما فيش شي نكهة غير ديال فاني عندي واحد جوستاشية ديال فاني كذلك صافي اخواتي ما غديش نحتاجه قعشي حاجة قد نجيو كاسرونا كيف قلت لكم ما كي لا اضافات ولا حليب بودرة ولا غاندي روكوكوت ولا امهاء مغلفين ديالي نحن نحن نسيطر الول في الكاسرونا كيف تشاهدوا معي او غاد نزيد تقريبا واحد الكاس من هاد نسيطر الاخر غاد نحن 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 نحتفظ بالباقي نخليها كعلى جانب نخليه بارد هاده عالبه هاده ونديرو فاد العلبة هاده ولا اضافاتها سوف نقوم بسكار لحسب القياس كل واحد وعلى حسب الحلواء سوف نقوم بسكار لحسب القياس سوف نقوم بسكار سوف نقوم بسكار سوف نقوم بعمل سوف نقوم بسكار سوف نقوم بسست dubbed سوف نقوم بسكار سوف نقوم بقدرة الشلوه لتبع سوف نقوم بالمضيط Фم سوف نتأكد بأن الحليب سكارساني للداب نضيف البطا ونجعله يوصل لنا لدراجة التي سوف نريكم إن شاء الله تدير الصبع في الحليب وتجعله قليلا لفترة واحد جوجي التواني و لا يحرق لك سوف نضيف العلبة التي قمت بها الحليب سوف نضيف دانون فاني مع بسكار سوف نضيف سوف نضيف العلبة فعليك أخواتي ليست ل ven بها أنها ألانة ملتفل ولكنها مرتباط بشكل مفاف نضيف خلفي وذلك فأنا نضيف 3 درام ونصف يعني سبعين ريال فما في اوله هناك جيب يطروا الوليدات كراتي يديلك هناك نخلطوها مزيان أخواتي هاد العلبة هادي ما اللي قدرت فيها هاداك دانون خلطوها بحال ما عكشو هوا دابو اللي بحال عاصر ما تطقاش في هادوك الحبيبات نهائي هاد طريقة هادي مزيان ولا ديروا بشي قرعة ولا لكم نخطيار مهم خلطوه بحال ما عكشو بلا من مونينكس خلطو كما تنقول انا وزمر هنا غادي مشي الحليب نشوفوه هانتوما ليديكم كتكون مغصولة من طبيعة الحال نخلي حتى تيد فالينا و نحط سبعي فيه هاكا نخليت قريبا واحد جوجديل ثواني عاد كي يحرقني كنحيده سافيدة با غادي نزيد علي ذاك الحليب باردي خلطنا معه الياغورت طبيعة الحال طفينا البوطة سوف نخلط هاكا نخلطه مزيان غير ينساج مني ذاك الحليب البارد مع الحليب الصاخل صافي اخواتي ارى ما كي يحتاج تشي حاجان ما غتشوفو معايا وسوف ندروا فد القريعة انا كندروا لي داتي بحال ماكوب ثلاثة كل واحد كنعزل ديم كل واحد و ديالو علش درس هذا باش كخصمي تسدو بالإحكام فهمتوا أخواتي سدو بالإحكام داب اما لان المحلابات ركي ديروا فدك الببادز البيضوزات دي خمسة يطرول لقل باش كتسد صافي و كنفرخوا لأولادي كل واحد و ديالو هاكا وصافي كندير هذيك القريعة هذي كرا أصلا دي الريب تايي كنشيرها بخمسة درامو هذيك القريعة هذي كنشيرها بخمسة درامو لدي عزيزة لام الريب يوصافي كننفرق ليم هنا كل واحد ديالو صافي باش كل واحد يعرف ديالو كنكون طابعا هلين تاخذ القرعة الفلان فلانية تاخذ القرعة الفلان فلانية باش بلا ما يوقع لاس ضاع بيناتهم لاتي شي حاجا غادي نسدوهم أخواتي مزيان بالإحكام ومكان نزربو شي شوية باش مالحلي ببقى شاد لنا ذكا السخونة ديالو هذيكا هذي القرعة ديالو الزجات الصنيفة وحدي قريبة غادي ندير لها سلوفة من الفوق باش تسدلنا هذيك قريبة كيف قد لكم القرعة يكونوا بإحكام إذا عندكم متدوك القرعة ديالو المناده مثلا تهيي تجي فيها القرعة الكي خباولينك تهم تديرو فيه سافي غادي نجيب البانيو هذا اللي فرش فيه واحدة سربيتة وغادي نعود نفرش فيه مانطقة تخنو متين أي مانطقة درير الصغار ولا هكا شكا شميرا ولا ذيك المانطقة اللي كندير عادة نغطي بالخبز أنا بعد ذيك نغطي بالخبز سافي غادي نغطيها أخواتي ونخليه بقى واحد تقريبا واحد سبع ديالسويع سبع ديالسويع تقريبا أنا عندما قدرته تال هذيك 11 وقيلة ديالنهار عدرته دبها هوا خليتم مدد سبع ديالسويع أخواتي هانتم ما رغين نغطيه وحطوه في مكان لهوا دافي وغطيه مزيين زيدوه ما انطخرا وخليوه سافي هوا كيف كتلاحظوا معايا يعني اعقاد ورا باقي شوية دافي يعني انا حيث ولادي يزربوا لي دبار الليل كتتشوفوا شعالت هذيك الشميعات ياللو 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 وصافي هو هدا هوا رابقي شوية دافي صراحة ما برد انتو بخليوه ساي برد انا حيث ولادي بغي يأكلوا وبغيت نصوروا ليكم وصافي غادي تشوفوا معايا ان شاء الله كيجي رائع هانتم مرعاقد أخواتي كيجي غزالوا ببنين هانتم ما على عينيكم يعني بدون اي حاجة كت تعقزنا باش دير الكوكو دير ماء مغلي فاطن عقزولي ان شاء الله تعجبكم هاد طريقة هذي لي سهلا مهلا ديال الناس المحلبات را كيديرو هاد طريقة هذي اخواتي كنتمنى ان شاء الله البنات اللي ما عارفين شي في ديرو هاد طريقة هذي را كيجي مزيان ان شاء الله وليتو وايستق معاهم وبلا ما نقتانيهم من على برة فنجيبوا الحليب ونوجدوه ما كيستقلنا اقتصادي وعارف رصنج ديرين هانتم اخواتي شوف ما شاء الله عارتي عاقد كيجيزوين بزاف بدون اضافة ديال اي شي بيدون بروضوير مهم عارفين اشنو ديري روال وديرين غير هذيك العلبة ديال الياغورت فقط اسكار ساندة كيف شفتوا معايا او هذيك الفاني فقط اسكار ساندة كنتمنى ان شاء الله يرقوا الاعجاب ديركم الاقتراح ديال اليوم اللي اتقصد معاكم اتمنى يلقاكم وانتم في احسن حال واحوال اخواتي وما تنسوش خدكم خديجة في المتابعة وضغطوا على الجرس كيوصار لكم كل جديد ديالي عافكم اخواتي وديروا اشياء تعليق ليهو يكون محفز ولا درت اخر وحتمنا اخواتي تيكون لفيديو ديانا السالة اتمنى نلقاكم انتم في احسن حال واحوال اخواتي اللي افراسكم والسلام عليكم